حاجات كتيرة قوي هنشوف كم لعبة في النادي الاهلي ومين اللي حقق ومين النجوم العالميين النادي الاهلي بيعدهم بعد كده وكرة اليد المصرية هتروح فين ومين أحسن جول كيبر في تاريخ كرة اليد المصرية وهل هو بيلعب كرة يد كان ممكن يلعب كرة قدم لكن هرجع وأقوله تاني السؤال اللي أنا ختمتي به اتقال إن النادي الاهلي تنازل عن بطولة السوبر لكرة السلة مع نادي التحادس كنرية بسبب الأحداث اللي حصلت في صلة دكتور حسن مصطفى وبعض المصابين من نادي الاتحاد سيندرية فالنادي الاهلي يعني مشكوراً لحالة إنسانية وحالة أنا بسميها حتة الرحمة اللي ربنا خلقها فينا وساعات بتظهر وساعات بتظهرش بس إحنا النادي الاهلي عندنا رحمة أتمنى الناس كلها وقال لك إن ده الرشوة علشان هتاخدوا لعيب فسبت لهم بطولة السوبر وإنت كنت واحد موجود دي عدت عليك إزاي النادي الاهلي عمل حاجة محترمة لليادة المصرية جات إزاي على الفكر بتاع باجت سيندرية هاقول لحاجات إزاي وهقول للمفاجأة وده سر من أسرار النادي الاهلي بس أنا هتطلعه عشان لا لازم اتقل الملأ عالملأ العام يوم المطش واحنا لما حصلت الواقعة دي النادي الاهلي قرر كابتن محمود الخطيب مع الوزير العاملي فاروق في التليفون النادي أهل لا يستكمل المبوراه وده قرار النادي الأهلي ولو كان هيستكمل المبوراه كمان هنسيب المطش ونطلع وهنسيب الكاس للتحاد وده كان نقرر جواه أرض الملعب أرض الملعب والله يا كابتن مصطفى سادق الوزير العاملي فاروق كلم كابتن محمود الخطيب على إزماجزة النادي الأهلي حكيان الوقع في التليفون جابني قال ايه كابتر خياد لو سمحت مطش لو الحكم صفر عشان يكمل حاضرها كليتين زل تتكلم معاهم تقول لهم كده احنا مش هنكمل البطولة دي لنجي الاتحاد موضوع خلصان بالنسبة لنا حياة اي بني ادم عندنا اهم مليون مرة من اي كاس قلت له حاضر نزلت ارض معا وحاجة قرر هوا ما يكملش المبارات مسألش اي فرق هو قرر وما كاملش براه لحالة بكاتش تستدع لنجي در لحد يلعب المنظر احنا شوفناه في ارض الملعب ده كان قرار النادي الاهلي من وكنا جميع ارض الملعب نواله حصل ان ده قرار تنزل وتخلص الموضوع بعد كده بقت فيه مناقشيات النادي الاهلي يكمل او النادي الاهلي ما يكملش وما كانش قرار معنا قرار ده كان بقى مجلس ادارة النادي الاهلي خدوا اول حق ده كان قرار بين نايا برئيس النادي ورئيس النادي ده اتاخد في ارض الملعب اتدلغت بيه هتقوم كزا النادي الاهلي نادي كبير وكبير قاوي 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 من هنا الحد يوم الدين صح هو ده النادي الاهلي هو ده النادي يا كبتن المواقف الانسانية اللي فيه مهمة جدا يا كبتن عشان خاطر يا هقول كلمة والناس كل هازم ستفهم اقول اللي انت عابس تقوله كفاية يعني مناوشة في بعضينا كل واحد كبتن سيف زهر قال كلمة مهمة كل واحد بكس في فرقته يعني كل واحد انا النهاردة م draکس في النادي الاهلي في شغلي في النادي الاهلي خلاص انا ببص عن النادي الاهلي بس على العبتي عالي جنبي عالي حاولي عالي جمهوري عايز نشوف نتايجي عاودة هصالح انا بذبت كل واحد يمصف فرقته هنقعد نرمي اللوم على بعضينا ويكلم مع بعضينا مش له الزمان عايزين نرجع زي زمان بص بش هيحصل لسبب واحد الهاري اللي احنا بنهريف بعض دوت والي ده بيتكلم وده في ناس فهم ان الكلام ده بيوقع على النادي الآهل بالعكس ده النادي ده الكلام اللي بتقال ده برة من بعض الاشخاص سواء اندية او رقصاء او 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 كلام ده الاندية كلام ده بالعكس ده بيرفع مروح معلمة بتاعة النادي الآهل جدا النادي الآهل عمره متأثر بشيء النادي الآهل بصص في ورقته بس ما يبصش على ايد لجنبه ولا لجنبه ولا لجنبه عنده مهمة عاوز نوصل بيها عشان نسعد جماهيره هو ده النادي الآهل طيب اما خدته الاخراج بتاع الخبر ده وصل الاتحاد السكندرية ازاي وصل عن طريق اتحاد المصري كرة السلة انت بلغكم الاتحاد اه ان اتبعت جواب رسمي من النادي الآهل بعمدة كابتن محمود الخطيب انت عارف كل الجوابات اللي بتبعت مرسلات بتبعت اسم مديري التنفيذي الجواب ده تبعت باسم كابتن محمود الخطيب لما بيكون فيه حاجة مهمة طبعا مجسد النادي اي بيقرفة كابتن محمود او رئيس مجزرة النادي بيمضي عليه اتمضع الجواب ده من كابتن محمود واتبعت لاتحاد الكرة السلة اتحاد الكرة السلة مشكورا اه لما اتبلغ بيه خبر طبعا لما الجواب راح اه الناس ما كانش مستوعب النادي الاهلي بيعمل ايه اه فكلموني اه الجواب ده تمام قلتوا لها دكتور ده ده قرار مجزرة النادي الاهلي ممكن يقول لك انصياته بقى مش مكتر احنا ما عندناش النادي الاهلي انا عارف الكلام ده احترام النادي الاهلي للأصول والمبادئ ان هو الانتحاد المصري هو الصاحب الحق في عزيه البطولة فعشان كده بعت الجواب الانتحاد المصري واستنى ان الانتحاد المصري هو يطلع كان سهلة جدا ان احنا نطلع ع السوشال ميديا عندنا في الصفحات بتاعة النادي الاهلي وعلى رسمية وانادي الاهلي بعد جواب لي وعشان لا لا ما عملاش ده طيب هل رضي فعل الجواب لما الحج محمد صلحي كلم النادي كلم كاته الخطيب او كلم من الاهلي الحج محمد صلحي فهم قابلته حتى في الماتشاط مكسب او خسارة كفاية لي التعاون مع النادي الاهلي ما عندوش الكلاكيع بقى لده ما عندوش الكلاكيع لحد جميل فوسطينة بنحبه جدا جدا وبنحترمه جدا وحد يعني بجد بوجهه الورسالة ربنا يكرمك وربنا يوفقك وبيتعب وربنا يديك على الدعم طيب الكابتر خالي تعوده بالنشاط الرياضي هل انت بعد ما كنت بتلعب جول كيبر للنادي الاهلي فريق اول ومنتخب مصر وصلت اللي انت وصلت له ده هل انت فكرت في يوم الايام ان انت هتبقى مدير النشاط للنادي الاهلي وتعرفين المكانة دي فيه ناس كبيرة جدا وناس محترمة جدا ان هي لتولت المسؤولية بهذا المكان لما الخبر نزعليك ازاي كنت سعيد جدا اكيد من اللي بلغك بالخبر اعادت مع كتن محمود اعادت مع كتن محمود اعادت مع كتن محمود اعادو وراجل يعني مشكورا كتن محمود حد جميل جدا طبعا لو هو اللي تكلم معي يعني ومتوقعت فترة جاية في نشاط الرياضي استكبال الناسير الفطناقوف واستكبال الكل بسرعة المديرين النشاط الرياضي شعرف لان اسمي تحط في صف المديرين النشاط الرياضي في نادي الاهلي ودي حاجة كانت جميلة جدا بالنسبه لي لقيت الخبر اسعدني جدا جدا وبدأت المسؤولية وتاريت المسؤولية مسؤوليات إليها جدا صعبة لكن في الاخر احنا والادن النادي الاهلي هازم نشير هزي من مسؤولية انت شايف الوضع في النشاط الرياضي وانت موجود